سلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا بكم ويانا في فقرة تجربتي احنا مجموعة قنوات عراقية قررنا نسوي فقرة حلوة يا ربي تعجبكم حنزور ان شاء الله كل اسبوع قناة ونجرب طبق من اطباقها نصوره ونمطيكم النتيجة حاليا احنا خمس قنوات حنتبادل ان شاء الله الاطباق بيناتنا واذا حبيت الفكرة نعيد التجربة مع قنوات مرتبة اخرى الغرض من هذه التجربة هو تبادل الافكار بين القنوات والمشاركة والتسلية واكيد الدعم طبعا الدعم اول شي من الله سبحانه وتعالى ومن بعده انتو نبدي اليوم ان شاء الله مع ثاني تجربة من قناة مطبخ اراس السعيد هشوفكم تجربتي مع وصفة قراتان البطاطا ان شاء الله تعجبكم نقول بسم الله ونبدي التجربة اول شي نسوي رح نفتح اليوتيوب ونكتب في قائمة البحث اسم القناة مطبخ اراس سعيد هذه هي قناته رح ادخل على قائمة الفيديوهات واتصفح الوصفات الموجودة بالقناة طبعا بصراحة حرت شنو اختار كل الوصفات روعة طريقة شرح مميزة وسهلة دائما وصفاتها مكوناتها تكون موجودة في كل بيت فاتمنى تزورون قناتها وتشتركون بيها وتستفادون من الوصفات الموجودة بالقناة طبعا ام عبدالله مو بس طباخة ماهرة وانما انسانة رائعة انا ساعدتني شخصيا وساعدت كثير قنوات اعرفها انه نضبط قنواتنا انطلتنا معلومات تخص اليوتيوب وشنون نخلي قنواتنا انجح فاني ممنونة منها كانسانة قبل ان اكون ممنونة منها كطباخة ماهرة تسعدنا بهذه الوصفات الحلوة اختاريت من قناتها قراتان البطاطا ما مجربتها قبل رح اجربها ونشوف نتيجة التجربة شوان رح يكون نقول بسم الله ونبدي بطريقة العمل في مقلاد اضفت كمية من الزيت راس بصل كبير ثرامتها ناعم مع حبة فلفل اخضر ايضا ثرامتها ناعم بهالشكل هذا اللي داشتشوفو رح احمسها الى ان يتبل البصل وبعدين رح اضيف كمية من اللحم تقريبا نصف كيلو من اللحم تقدرون تقللون الكمية اذا تحبون رح اقلب اللحم وهي البصل والفلفل الى ان يتوحد لون اللحم ويصير لون ابيض اتوحد هسة لون اللحم وتقريبا رح ينشف مية رح ابدي اضيف التوابل من كل شي ملعقة كوب شوية من السبع بهارات مشكلة شوية من الكاري وشوية من الفابريكا وكمية من الملح رح احمس المكونات مع بعضها ثم اضيف ملعقة طعام كبيرة من معجون الطماطة مع حبة طماطة مفرومة قلبت المكونات مع بعضها من اربع الى خمس دقائق بعدين صارت الحشوة جاهزة اذا بقت الحشوة عدكم يعني استخدمتوها بالقراتان وبقها من الحشوة تقدرون تساوون بيها لحمة بعجين كلش طيبة فحتى لو صارت عدكم كمية هواية عادي هتستفادون من عدها او طقوا عليها بيض باليل وساووها مخلمة ايضا نصير كلش طيبة نرجع الوصفتنا عندي هنا اربع الى خمس حبات من البطاطا حسب كبر القالب اللي انتو دا تستخدموه قطعتها به السمك هذا طبعا يفضل انه تقطعون البطاطا بهالشكل هذا حلقات لا تقطعوها مكعبات حتى بعملية التقديم يكون شكلها حلو بعدين رح نجيب قدر ونخلي بيه مي وملح وننتظر الى ان يغلي بعد ان يغلي رح نخلي بيه شرائح البطاطا او البوتيتة وننتظر من 7 الى 8 دقايق حتى تستوي عن نصف ما ريدها تستوي بالكامل حتى الشرائح ما البطاطا ما تنكسر فبقوها تقريبا 8 دقايق بعدين صفوها وخلوها على جنب رح ابدي هسة احضر الصلصة في وعاء الخلط وضفت حبة بيض مع 4 مكعبات جبن كيري تقدرون تستخدمون الجبن المثلثات اذا تحبون 3-4 كوب من الحليب السائل مع رشة ملح ضفتها كلها في وعاء الخلط وخلطتها بصورة جيدة رح ابدي هسة احضر القالب اللي اشوي بيه لقراتان عندي هنا قالب بايركس دهنته بشوية زيت وخليت اول طبقة من البوتيتة اللي سلقناها بمي وملح طبعا ضروري اول طبقة يكون ماكو بيناتها فراغات بعدين رح اخلي طبقة من حشوة اللحم اللي حضرناها ثم طبقة اخرى من البطاطا او البوتيتة رتبتها بهالشكل هاذة هسة رح اضيف الصلصة مات الحليب والجبن والبيضة اللي حضرناها ولا تتخوفون ابد انه بيها بيضة وخاف طعامها يكون زفر ابد ابد طعمه كلش طيب وما تحسون بطعم البيض رح اروش عالوجه شوية من جبنة الموزيريلا مع البقدونس او الكرافوس يعني حسب رغبتكم اي نوع تستخدمون من الخضروات رح اغطي القالب بورق الزبدة وادخلها للفرن على درجة حرارة 180 نشوي اول شي من الاسفل لمدة 45 دقيقة بعدين ننطفي الشوايا السفلية ونفتح الشوايا العلوية الى ان يتحمر الجبن ووصفتنا صارت جاهزة هذا هو شكل القالب بعد ان طلعته من الفرن طبعا ريحته كلش طيبة وشكله كلش حلو مثل ما داشتشوفون اول مرة بصراحة انا اجرب وصفة قراتان البطاطا واتوقع اذا سويناها بالدجاج ايضا صير طيبة ان شاء الله فاديوم اسوي الوصفة بالدجاج عيد التجربة وان شاء الله ايضا اصورها ونزللكم اياها بالقناة هذا هو شكلها من الداخل قطعتها به الشكل هذا هسا رح اخليها في صحن التقديم واذوقها وانطيكم رأيه بهذه التجربة وهذا شكل القطعة تقدموها به الشكل هذا لأفراد العائلة تتقطع بسلاسة وشكلها كلش حلو هسا رح اتذوق وانطيكم رأيه بمنتهى الشفافية طبعا كلش طيبة الصلصة ويا الحشوة ويا البوتيتا والجبن كلش رائعة كنت متخوفة من انو طعم البيض ممكن يكون ظاهر لان التوابل مو كلش قوية لكن كنت غلطانة جدا رائعة وجدا طيبة وانصحكم تجربوها وان شاء الله تعجبكم رح اخلي لكم رابط الوصفة الاصلية من ايدو معبودي في صندوق الوصف ومثبتة في التعليقات اتمنى تزوروا قناتها وتشوفون الوصفة من ايدها الحلوة وتشتركون بقناتها وتستفادون من كل الوصفات في نهاية الفيديو اشكر قناة مطبخ اعراض سعيد على هذه الوصفة الرائعة وان شاء الله هجربو وصفات اخرى وانطيكم رأيه شكرا جزيلا للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة